وينضم إلينا هنا في الستوديو الفنان المصري هشام سليمي أهلا بك أهلا بك بداية لو راجعنا المشهد من بدايته ما كان موقفك من انتخاب الرئيس محمد مرسي وبداية هذه المرحلة الجديدة في تاريخ مصر السياسي لا أنا في رأيي أنه في مرحلة أهمة من كده قبل كده اللي هي الدستور إحنا بدأنا عن رجل الغلط فعلشان كده كل شوية لما نتقدم نرجع تاني نتقدم نرجع تاني الأساس اللي بنين عليه كل اللي بيحصل ده أساس غلط وحصل سوق تفاهم بين القوة كلها وحصل الفصل بين القوتين دلوقتي وأنا مش شايف أن كل ده في صالح البلد يعني أنا في رأيي أنه لو مصر عظيمة زي ما بيقولوا ودي بلدنا ومش هنسيبها تغرق وبتاعي أنا لو في موقف أقدر أخذ ديسيجن أن أنا أشتغل مع الشيطان نفسه أحط يدي في إيده وأوام البلد ونتخانق في السكة بس باحترام وبأدب وبزوء لأن اللي احنا بنعمله ده ده مش تصرفاتنا سياسيين أبدا يعني أنا أسف جدا يعني أنت تلقوم الطرفين في هذه الحالة ولا تقف مع طرفنا الطرفين غلطانين وأنا بقول لأن مع الأسف احنا كنا خدنا في المدارس زمان حاجة اسمها منزرع حصد ولكن الحكومات المتتالية اللي جات على مصر لم تزرع شيء حتى تحصد من الشعب المصري حاجة كويسة زرعت الخوف والانقسام والشك وعدم الثقة وكل الحاجات دي 68 سنة اللي فاتوا لازم الشعب المصري هيدفعه ومع الأسف هو الشعب برضو اللي هيدفعه طب هذه الخطوة الخطأ التي قلت بها أنه البداية من انتخاب الرئيس وليس الدستور هناك من يقول بأنها كانت نتاج تفاهم بين المؤسسة العسكرية وبين الإخوان المسلمين في البداية على ترتيب هذه المشاهد هل فعلا يعني الخطوة كانت نتاج مساومات سياسية خاطئة اللي واضح أو اللي احنا كلنا شايفينه وكل الناس مقتنع بيه متهيقلي هو نفس الحكاية أنه حصل توافق الجيش عاوز يسلم لحد لقوا أكتر ناس منظمة هي الإخوان المسلمين قالوا أوكي نعمل ديل والديل ابتدى يطلخبط في النص بقا والاتفاق يطلخبط فيه إحنا عمرنا ما عملنا اتفاق وسبتنا عليه مع الأسف يعني ولكن أستاذ هشام حسب ما قرأت لا أدري صلح لين كان هذا الكلام صحيح لا مش هصلح لك أنا مش سياسي أصلا بس أنا بقول رأيي عن رأيك أنا ما أريد أن تحدث عنه أنه أنت كنت ترى أنه انتخاب محمد مرسي هو أحد الثمرات الإيجابية لثورة 25 يناير وهذا لم يكن رأيك وحدك إذا كان الرأي صحيح يعني رأي شريحة واسعة من المصريين أنا مش ضد أن احنا نختار رئيس أنه يكون أي رئيس بس أنا ضد أن يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة آخر حاجة حصلت من أيام المشاكل اللي في الاتحادية لغاية النهاردة أنا ما شفتش الرئيس مرسي طلع وكلمنا أنا حسيت أن أنا ما عنديش رئيس جمهورية ليه؟ ليه يسيب البلد توصل لكده بعد مشاكل الاتحادية ويحصل اللي بيحصل ونخش في الانتخابات ونضرب بعضه بتاعه وهو مش موجود ليه؟ ليه خائرة الشاطر هو اللي طلع؟ ليه المرشد الإخوان هو اللي طلع؟ أين أين رئيس جمهوريتي؟ أنا أحب لما يكون عندي مشكلة زي ما بيقولوا رئيس الجمهورية بتاعنا قبل أنا أحب يا بويا يبقى موجود وفيه خطر على عليه فدي من الحاجات اللي فيه ناس كتير قوي مش فهمها ومعروف كويس قوي أن أي رئيس جمهورية حييجي دلوقتي يعني أنا اللي بقوله إيه؟ حتى لو جي رئيس الجمهورية حتى لو جي مجلس الشعب حتى لو جات مجلس الشورى حتى لو حطوا الحكومة أحسن ناس مش هيقدروا ينفزوا حاجة غير لما يعتنوا بالإنسان المصري البني آدم المصري، النشأة المصرية، التربية المصرية، الدراسة المصرية، البيت المصري لو هنفضل كده مش هنتحسن لازم يشوفوا إيه البني آدم في خلال الستين سنة اللي فاتوا ده فقد إيه؟ ويبتدوا يرجعوها تاني منها التعليم ومنها الزوء ومنها الأخلاق ومنها الزيت تتخاطب مع التاني ومنها إن ربنا خلقنا طبقات زي ما خلق الجنة طبقات والنار طبقات فالبني آدمين طبقات إحنا النهاردة ما فيش حد عاوز يسمع التاني طيب يعني في ظل هذا يعني الحوار حوار الترشان إذا صح التعبير بناءًا يعني على ما فهمته منك يعني في هذا الإطار كلكم تفهموا بطريقتك ويعني يعني مش حدش عايز يسمع التاني على كل هذا في هذا الإطار جماعة الإخوان المسلمين كما قلت لي أكثر جماعة تنظيما على الأرض في الوقت الراهن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى أي درجة تتحمل هذه الجماعة مسؤولية فيما وصلنا إليه في المشهد السياسي اليوم طالما أنها الأكثر تنظيما هل أضاعت فرصا كان ممكن أن تستغلها هل أداءها السياسي لم يكن بالشكل المطلوب من جماعة منظمة مفروض أنها أوكلت إليها الكثير من المهام المهمة ده برضو رأيه يعني أنا مش سياسي ولكن لما تكون جماعة مبنية على السمع والطاعة يعني أنا أقول حاجة والباقي ينفذ غير أن أنا أكون في موقف أن أنا أقول حاجة وفي ناس ممكن تعارض فرق بين الجماعة وبين الحزب بالضبط ولكن الاتنين دخلين مع بعض جماعة الإخوان المسلمين دخلة في حزب الحرية والعدالة الدمج ده غلط دمج السياسة في الدين في رأيه غلط حاجات كتير قوي بترتكب باسم الدين وهي غلط حاجات ناس بتتشتم باسم الدين ومش المفروض أن احنا نشتم بعد الدين بتاعنا عمره ما قال حاجات دي فعدم الخبرة وبعدين دي جماعة برضو عاشت تحت ضغط واتخاذ فالنهار ده اللي بيعيش حاجة زي كده أو تجربة زي كده أنا في رأيه ياب يطلع منصف جدا للناس التانية وما يسمحش أنه يحصل للناس التانية زي ما حصل له ياب يطلع يقولك أنا حصل فيا كده وما حدش سأل فيا فأنا حعمل فيهم كده الرد على السؤال ده مش حيبان غير لما يمسكوا البلد فعلا لأن النهار ده هو بقلمسكوا بلد ولا عملوا حاجة في البلد وكل حاجة يبتدوا فيها يرجعوا في كلامهم كل ده غلط أنا مش سياسي عشان أعرف الحل إيه ولكن كل الناس شايفة الكلام ده القوى السياسية المعارضة أنا آسف جدا طب أنتوا كنتوا فين من أيام الانتخابات ده أنتوا تخنقتوا بين بعض مين اللي يبقى تابع التاني ومين اللي يرشرح نفسه ومين اللي ما يرشرح نفسه مرسي انتخب من النهار ده بيقولوا عاوزين نوقع مرسي أو يقال برضو أنهم عاوزين يوقعوا مرسي دول حتى ما قلناش طب حيوقعوا مرسي حننتخب مين بعد ما يوقعوا مرسي طب التفق الأول وللي حيوقع مرسي ونرجع نتتخنقه برضو تاني مفيش حاجة واضحة مفيش بروجرام عملوه أو سمعنا فيه رقم صح النهاردة الإخوان المسلمين يقولك احنا حاجة 73% والتانيين حاجة أو 20% أو 30% يعني في استفتاء الدستور في الاستفتاء دلوقتي حمدين صباحي بيقول أن دي احنا أقلية كبيرة وأغلبية صغيرة كلامنا مش يعني حتى لو تيجي تفكر فيه طب انت عاوزين تقولوا ايه اللي عاوز ينقذ اللي عاوز يصلح البلد ويخدم البلد زي ما بيقول يقعد ويشوف حلول وبس ده اللي احنا محتاجين سافه الشام يعني في موضوع الدستور تحديدا بما أننا نتحدث عن هل ترى أنت كمواطن مصري كفنان مصري أنه كان هناك نوع من التهويل والمبالغة بخصوص هذا الدستور يعني سواء من طرف المعارضة التي يعني كثير من المصريين قرأوه وقالوا أنه دستور معقول يعني ليس بهذا السوء الذي تتحدث عنه المعارضة موقفك أنت كمواطن مصري من هذا الدستور أنا ما عرفوش ما عرفش التطبيقاته هتبقى ايه ما عرفش التشريعات اللي هتتبني عليه هتبقى ايه ما عرفش مجلس الشعب اللي هيجي هيبقى شكله ازاي قرأي مجلس الشورى كانت فك دلوقتي هيعينه تسعين نفر جديد طب التسعين نفر دول عينوهم على أساس ايه كل يعني احنا بدل ما كل خطوة الببان تتوسع قدام الشعب المصري علشان يفهم احنا رايحين فين احنا بالعكس كل خطوة بنخدها بنخلق فيها مشاكل تانية والشعب بيقع فيها تاني اخرتنا ايه لو هنكمل كده دي اخرتنا وحشة يعني طب برأيك يعني انت تقول انا مش سياسي انا لست سياسي اللي اطرحها لكن برأيك اذا جلست مع نفسك وقلت انه يجب ان نبدأ من هذه الخطوة برأيك الان ما الذي يجب بعد الاستفتاء على الدستور ما الذي يجب ان يقوم به الانسان المصري الكرامة المصرية العيشة المحترمة للفقير قبل الغن المدارس الكويسة بيت فيه مياه وكهربا بني ادمين عاوزين نرجع بني ادمين زي زمان زمان كان العامل بياخد ثلاثة جنيه وبياكل لحمة واخضار ويقدر يغير بيت كل شوية النهاردة بياخدوا اللي بياخدوه ان كان قليلوا على كتير وغالبا بيبقوا قليل وما بيوصلوش لحاجة وما بيعملوش حاجة احنا عندنا عطال ناس عطلة او بطالة مقنعة في جميع المجالات احنا متأخرين جدا وبنكتب على الغلط وما حدش مع الاسف يقولون ما لا يفعلون احنا نقول وعمرنا ما بنعمل ده اللي لازم يتغير الكلمة لازم تتغير اللي يقول كلمة ومنفزهاش لازم يتحاكم ازاي حيعملوا كل ده معرفش التعليم المفروض يعلموا الاطفال انا شايف ان احنا مش لازم نعلم الاطفال احنا لازم نعلم المدرسين اللي بيعلموا الاطفال فاحنا وصلنا لهذا لو الشعب ده ما اتحتش ما اتحتش ولأ وابتدى يشتغل علشان علشان بلده يبقى حنفضل في اللي احنا فيه ده والمنطقة كلها حوالينا لا تبشر بأي خير تعقيبا على كلامك هذا الكلام قديم وليس جديد يعني انا اذكر لك مسلسل الرايا البيضة كنت تتكلم عن نفس هذه المواضيع يعني راحل اسامة انور عكاشة كان يتحدث عن هذه القيم المفاهيم الاخلاق الحضارة وهذا الكلام يعني من وظل المحارب نفس الحكاية برضو نفس اللي بيحصل كل بلد دلوقتي نفس الحكاية يعني ألم تغير الثورة في الخامس والعشرين من يناير كثير من هذه القيم أم أنها فقط كانت ثورة تغيير سياسي هي لاحية ولا حتى غيرنا سياسية احنا ما عملناش حاجة من يوم من ثورة خمسة وعشرين يناير انتخبنا رئيس جمهورية بس عملنا ايه تاني في دستور دستور لسه عاملينه انبرح الدستور ده حيطلع عليه ايه حيترتب عليه ايه ده برضو مش عارفينه كل حاجة مبهمة الأرقام محدش عارف رقم يعني كل مرشح في الرئاسة الجمهورية في الرئاسة كان يطلع يقوله بغرامك مفيش رقم بيتقال صح طب عملت برنامج ازاي ايه داتا اللي انت جايبها ومنين ما عندناش داتا اصلا وكل واحد عامل لي برنامج طيب ابتدنا بالمئة يوم بعد المئة يوم كل الناس بقى يا سلام ما صدقوا ان المئة يوم ما حصلش وحصلوا والرئيس طلع يقول لا حققنا ستين في المئة من المرور واربعين في المئة مش كلام يعني اي حد عاقل يقول ما يمكن في ستين يوم ولا في مئة يوم مرور القاهرة ده ومصر كلها يصلح بس يعني ده المثال اللي احنا ماشينا عليه استر هشام احد اهم المخاوف التي كانت لدى المصريين بعد استلام التيار الإسلامي للحكم في مصر هو حرية التعبير وبالتحديد الحديث هنا عن الوسط الفني والثقافي أنت كفنان مصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وبعد استلام التيار الإسلامي للحكم في مصر هل لحظت فعلا قيود وضوابط على موضوع حرية التعبير والفن في مصر؟ لا أنا ما لاحظتش أي قيود لغاية دلوقتي ولكن القيد اللي لاحظته اللي تأدب وبنتشتم وناس بتقل أدبها وبعد ما تقل أدبها وتشتم تقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده لا سلام ولا في رحمة والدين بتاعنا ما بيقولش كده لو هو ده الدين اللي بيتكلموا عليه هو ده اللي الشعب المصري خايف منه ده إنه ما فيهوش الكلام ده 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 إنه فيه رحمة ده إنه فيه سماحة ده إنه فيه أدب النبي خلقه هو القرآن لو هم عاوزين يبقوا زي النبي والشعب المصري يبقى زي النبي صعب جدا عشان إحنا بشر عاديين مش أنبية والمفروض إنه هو بينشر هذه الأخلاق فلما حد يطلع في الفضائيات ويسب ويلعن ويشتم وبعدين يقول لي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن الكلام ده ينفع مع الأمريكان بره وأفغانستان ويحربوهم إنما لما هيجي في بلاد مسلمة ويقول لها الكلام ده أكيد فيه ناس كتير قوي مش هعجبهم طب ما هو تقييمك أو لأداء الإعلام في مصر في هذه المرحلة الكثير في مرحلة الاستفتاء والانتخابات كان يقول أن هناك مبالغات هناك أكاديب كده هل الإعلام داخل مصر محلي كان على قدر من المسئولية لكي يقدم للمشاهد المواطن الحقيقة بدون مبالغات ولا الريتنج والمشاهدات غلبت على كل شيء كل واحد شايف مسئوليته بالطريقة اللي هو شايفها صح تاني مفيش أثيكس مفيش طريقة تعامل مفيش طريقة تحضير حاجة مفيش طريقة منأشة في فضائيات توجهها كذا وفضائيات تانية توجهها لعكس الكلام ده ما زلنا زي اللي ما بيحصل في الشارع بيحصل في الميديا دول بيخبطوا في دول ودول بيخبطوا في دول والحل ضايع في النص والشعب ضايع في النص مش هينفع كده لازم نلقلنا حل لازم نبقى بني قدمين مع بعض إن كنا إسلاميين ولا إن كنا زناديق زي ما بيقولوا إحنا عايشين مع بعض كده ولا كده لا هم ما هيخلصوا منا ولا إحنا هنخلص منهم فأي حد يحطوني فيه أنا موافق لأن أنا مصري في الأول وفي الآخر ولكن خلاص مصر بتقع الشهر الجاي ممكن نفلس لما الناس يجوع في الشارع سوري يعني كل الفضائيات أو الناس اللي موجودة في السلطة أو حيعملوا لنا إيه معظمهم هايخدوا طيارات ويسفروا طيب أستاذ هشام دعنا نتحدث الآن عن الفن يعني حسب ما علمت أنه منذ سنتين وأنت غائب بدون أعمال فنية هل هذا يعود لأسباب فنية بحتة أم بسبب ما تشهده الساحة السياسية في مصر هل هو موقف سياسي أم هو موقف فنية؟ هو موقف سياسي هو عدم موجود فلوس في مصر الناس خايفة تستثمر في سربعة في الشغل وبطريقة غريبة لكننا يلا نخلص وبتاعي يعني السنة دي معروض علي تلات أعمال منهم عملين وصلوا لي أدوني حلقتين وتلات ورقات ملخص وبعديها بتلات يام بيكلموني يقولوا لي ها وفقت قلت لهم على حلقتين وتلات ورقات قال لي أما حضرتك لما توافق إحنا نبتدي بقى نشوف الإجراءات ونوضب ونعمله قلت له أنا أسف ما أقدرش أعمل حاجة زي كده وما بعملتش حاجة زي كده فيعني التالت بعت لي سبع حلقات بصراحة يعني عشان يبقى فيه عشان يقوله شامس سليم بيرفض الأعمال فبعت لي سبع يعني إنما إحنا بنشتغل غلط إحنا متعودين نشتغل غلط الطفل عندنا في أيام المدرسة بيفضل قاعد لغاية آخر السنة قابلها بشهر ويذاكر طالب الجامعة يطلع بياخد ملزمة هي دي اللي تذاكرها وتشتريها من الدكتور اللي بيدرسك لو قرأت كتاب من بره يبقى أنت هتسقط ماشيين كلنا غلط البني آدم المصري اتركن الشخصية المصرية ودي أنا في رأيي هي دي مشكلة إن احنا فقدنا هويت البني آدم المصري مفروض يبقى فيه إيه وإيه 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 انقصبنا واحد قال يبقى متدين والتاني قال يبقى يعمل اللي هو عاوزه طب حتى مش عاوزين يعودوا يتفقوا مع بعض ليه برأيك هل هناك عمل فني تم إنتاجه يليق بالثورة المصرية بما حدث بالثورة المصرية شاهدنا أعمال استخدمت الثورة تجاريا لكن هل هناك هل يجب أن يكون هناك عمل يعني يوسق حقك شاهد شيء يعني لا ما شفتش أنت شفت حاجة فعلا تثبت حرب 73 أحسن حاجة حصلت للشعب المصري في أفلام تتحدث عن الحرب إنما زي ما أنت بتقول سطحية عبرنا وناس ماتت وهي بتعبره واللي بيرفع إنما الحرب الحرب اللي إحنا شفناها وقد إيه التضحيات وقد إيه وقد إيه وقد إيه طبعا ما تعملش حاجة بقيمة الحدث ده ودي لازم يتعمل لها بس لو عملت النهاردة هتبقى برضو بتحكم على الحاجة بسرعة جدا يعني أنا من سنتين برضو قالوا لي هنعمل على حاجات عن الثورة قلت لهم ثورة إيه وإحنا نقدر نقول أي حاجة عن الثورة دلوقتي لسه ما شفناش أي نتائج فهنتكلم على إيه في الثورة فعشان كده برضو يمكن أعدت في البيت طيب هناك إشعة تقول بأنك ستتجه إلى تقديم البرامج التلفزيونية الحوارية هناك كانت فكرة لتقديم برنامج سياسي لا أدري إن كان هذا الكلم في عروض من محطة تلفزيونية في مصر حتفتح جديد المفروض وفي كلام حصل بنا أنا مش عارف يعني الغاية دلوقتي مش مبسوط قوي من الحكاية لأن أنا أولا مش مزيع ما قدرش أطلع كل يوم وأقول أجيب ناس بس عشان نتكلم ونعمل أخبار وكلام من ده ما بعرفش ثانيا سوري يعني كل أحد له توجهات أنا ما زي ما انت شايف كده هلهلي يعني اللي على الثاني على آل هو ده اللي موديني في ده المهم هي بس فكنا بنقولها نتحدث عن البرنامج السياسي ما عرفش يعني ريلي يعني ما مقدرش أعد كل يوم أقول حاجة زي كده وقابل الناس واتناقشه فأفكر فيها بس غالبا لا حلا كل حال نتمنى دائما لك كل التوفيق سواء في الفن خلاص سواء في الفن أو حتى في السياسة أو أي مجال تختاره أذكركم ما أظنش هبقى الكلام ده هبقى الكويس في السياسة يعني بس يعني ضرائية شكرا جزيلا للهدير نجم وصريه جزيلا شكرا